بمناسبة اليوم السعيد اللي احنا بنحتفل به كل عام وهو عيد العمال احب اقول لكل عامل في مصر ان احنا كشفنا اهم كشف اثري يعني تم حتى الان وهو الكشف عن مقابر العمال بنات الاهرام يعني احنا كشفنا المقابر اللي عاش فيها اللي مات فيها والدفن فيها العمال اللي بنهوا الهرام وجنب المقابر طلعنا منطقة الادارة اللي كان فيها المخابز اللي بتخبز لهم اللي عيش فيها المنطقة بتاعة السمك المجفف فيها المنازل اللي عاشوا فيها وقدرنا نعرف ان العمال اللي بنهوا الاهرامات كان عددهم عشر تلاف عامل بيشتغلوا كل يوم وبياخدوا كل يوم راحة واجمل حاجة ان المقابر بتاعة الجبانة السفرية ده خاصة بالعمال اللي هم نقلوا الهجارة لان الهرام كان الهرام القومي بتاع مصر كلها فكان العائلات الكبيرة في الصعيد والدلتة بترسل العمال عشان مدفعوز دراين وبيدفعوا أجور العمال اللي اتدفن في الجبانة دي هم العمال اللي ماتوا أثناء بناء الهرام طلعنا طاي الجبانة القلوية وهي خاصة بالفلانين كشف مقابر العمال بولاة الهرام بيؤكد للعالم كله حاجتين حاجة الأوانية أن العمال المصريين هم بنات الهرام والحاجة التانية أن الهرامات لم تبنى بالسخرة لأنهم لو كانوا عبيداً لا يمكن كانوا ندفنوا في ظلال الهرامات ذهي حواس